مفاجئات غير متوقعة تنتظر أربع أبراج بسبب انتقال كوكب فينوس لعطارد يشهد عالم الفلك خلال الفترة دي حدث مهم جدا هو انتقال كوكب فينوس لعطارد في برج الأسد وفي أبراج هتبقى محظوظة بسبب هذا الحدث الفلكي الكبير كشفت خبرت الأبراج العبقارية هالة حافظ في مقطع فيديو ليها عن الأبراج اللي أكثر حظا خلال هذه الفترة في الأول ياريت ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل فيديو جديد يوصل لكم على طول وكمان تحطولي لايك فضلا وليس أمرا وتشيروا الفيديو أول حاجة برج الجوزاء برج الجوزاء عنده انفراجات مالية ومكاسب مادية وأرباح غير متوقعة بفضل وجود الشمس في برج السلطان تاني برج معانا الأسد ينعم الأسد خلال هذه الفترة بقدر كبير من القوة والنشاط وده بيساعدهم على تحقيق أهدافهم وأحلمهم بالإضافة أنه بيتيح لهم فرص مميزة للارتباط العاطفي كمان معانا العزراء يحفز هذا الانتقال الرغبة في التعلم واكتسب مهرات جديدة وده بيؤهل موارد برج العزراء للتقدم في مناصبهم وتحقيق إنجازات مبهرة كمان معانا القوص القوص أنت محظوظ لغاية خلال هذه الفترة حيث هتتمتع بثقة عالية بالنفس وجاذبية سحرة بالإضافة الاستقرار وتحسن أحوالك المادية والعاطفية اشتركوا في القناة